نرجع لساعد الموجود حالياً في بوليفارد الرياض عندك يا ساعد وبالله سلمني على خالد قل لي علي سلم عليك صديق العزيز يوصل يا علي وضروري تكون موجود خالد يراهن أن المكان راح يعجبك جداً وانت يا سارة برضو أول ما تجين هنا أنا راح أكون الضيف اللي فعلاً راح يعزمك أول شخصي يعطيكم العافية خلونا نتعرف على المكان أكثر مع الأستاذ خالد الرشيد حدثني أكثر عن البوليفارد البوليفارد يحتوي على عدة مناطق هنا نرى الكثير من الكفهات والمطاعم نرى النافورة الراقصة نرى جهود كبيرة تعمل هنا لو تحدثني بشكل عام أستاذ خالد طيب يعطيك العافية يعطيك العافية يا علي وسارة وقبل لا أعرفكم عن النافورة هو المكان اللي إحنا فيه هو الرياض بوليفارد أدعوكم إن شاء الله يوم الخميس الجاي في المسيرة الافتتاحية تحضرون وتنورون وتشرفون المكان منطقة الرياض بوليفارد هي المنطقة التي لا تنام تعمل 24 ساعة سبع أيام في الأسبوع من أيام الإنشاءات حتى التشغيل الرياض بوليفارد تحتوي على مجموعة من المناطق هي مجموعة من الفعاليات اللي داخل هذه المنطقة من المسارح المغلقة المسارح المغلق والمسارح المفتوحة وكذلك منطقة السينما ومنطقة النافورة والأفنيو وكل ما تحتوي هذه الفعاليات تعتبر هي وجهة سياحية لكل الناس سواء كانوا مقيمين أو مواطنين أو حتى السياح جميل الواقع خيال جدا دعونا نتحدث عن النافورة الراقصة التي تتوسط هذا المكان عن تفاصيلها أكبر منطقة النافورة الراقصة تحتوي بالبداية والأكبر طبعا هي النافورة الراقصة التي تعتبر هي الأكبر في المنطقة بارتفاع مئة متر كذلك تحتوي هذه النافورة على مجموعة من الأشياء هي يبدأ عرضها كل رأس كل ساعة رأس كل ساعة ستشتغل النافورة مع الموسيقى والأغاني وما هو بس نفورة الراقصة هي نفورة معها عرض ناري وكذلك الدخان وثري دي بروجيكشن وكذلك الإضاءات فيما يحيط بالنافورة الراقصة عندنا مجموعة من المطاعم العربية والعالمية كذلك ثلاثة مطاعم شعبية مطعم يمني ومطعم خليجي وكذلك مطعم مصري أضف إلى ذلك عندنا وجه التسوق في منطقة النافورة الراقصة التي هي عشرة من المحلات التجارية العالمية بعضها أول مرة يدخل السعودية وبعضها أول مرة أصلا يفتح متجر هو أصلا متجر إلكتروني وفتحها متجر في الوليفارد عندنا هنا نتكلم أكثر عن منطقة الأفنيو المجاورة منطقة الأفنيو المجاورة يتوسطها قطار يستوعب هذا القطار حوالي 35 شخص بالإضافة إلى منطقة الأفنيو فيها بعد عرض النافورة بنصف ساعة في عرض إضاءات سيكون هناك كما يحتوي على أكثر من 70 محل تجاري بالإضافة إلى محلات تجارية طبعا محلية بالإضافة إلى منطقة للحلويات منطقة الحلويات هذه تحتوي على محلات دونت وآيس كريم وكذلك بعض الكافيهات ماذا عن منطقة الطعام اللي راح أكون أنا موجود فيها 24 ساعة بإذن الله حدثني عنها منطقة الطعام تحتوي أو الفود كورت إذا بنسميها بالإنجليزي هي تحتوي على أكثر من 60 عربة طعام بالإضافة إلى مسرح للعروض الحية وتحيط فيه عربات الأطعمة جميل ماذا بشأن مسرح الفنان محمد عبدو؟ مسرح الفنان محمد عبدو مسرح الفنان أبو نورة يتسع لأكثر من 22 ألف شخص مسرح ضخم جدا راح يكون فيه مجموعة من الحفلات العالمية بالإضافة إلى الليالي الخاصة زي ليلة الصقر وليلة السندباد وليلة البرنس ماجد المهندس أكيد ما ننسى الفنان الراحل أبو بكر سالم تم وضع لها مسرح هنا نتحدث عنها أكثر برضو مسرح الراحل أبو بكر سالم طاقة الاستيعابية تصل إلى 6000 مقعد ورح يكون فيه إن شاء الله مجموعة من الحفلات العربية نبدأها في يوم الجمعة القادم إن شاء الله حفلة للفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم أضف إلى ذلك برضو في نفس المسرح رح يقام فيه مجموعة من الأمسيات الشعرية جميل نتكلم عن منطقة المسرح العربي وهي أهم منطقة أنا أشوفها عن نفسي صحيح المسرح العربي سمي مسرح الراحل بكر الشدي ورح يكون فيه مجموعة من المسرحيات العربية سواء كانت المصرية أو الخليجية وتكون مستمرة كل نهاية أسبوع لمدة أربع أيام جميل تحدث برضو عن منطقة لون سينما وعن تفاصيل أكثر لون سينما رح يكون فيها أحدث الأفلام في دور العرض العالمية ورح يتواكب عرضها الأفلام عندنا في الرياض بوليفارد والمناطق الثاني في الموسم حتى موجودة لون سينما في أكثر من منطقة رح تعرض الأفلام بنفس وقت عرضها في دور السينما العالمية جميل أستاذ خالد لو تسمحني نتكلم عن الكوادر البشرية التي قامت ببناء هذا الزخم العالمي فعلا أنا أشوفه شيء عالمي نتكلم عن الكوادر البشرية نتكلم عن العمل خلال 24 ساعة بشكل عام زي ما قلت لك بالبداية هي المنطقة التي تنام سواء كانت في أيام الإنشاء أو حتى التشغيل إن شاء الله بعد يومين فترة الإنشاء أخذت مننا ثلاثة شهر من منتصف شهر سبع الماضي حتى اليوم باقي بعض اللمسات البسيطة في المنطقة اشتغل فيها أكثر من ثلاثين ألف شخص كعمال إنشاء ومعدات ترابية للدك والتسوية والسفلة والإنشاءات العمرانية في المكان الله يسعدك يا رب شكرا لك سر خالد ما قصر شكرا جزيلا نورت هنا شكرا لك نعم هنا أدعو الجميع من هذه المنطقة لزيارة هذا المكان الرائع والأكثر من مذهل بالفعل المكان هنا خيال يعني ممكن تشوفونه بصورة عامة لكن هنا الشيء لا يصدق من فعاليات مصاحبة من مطاعم شكرا لك علي شكرا لك سارة أترك لكم الصوت والصورة يعطيك العافية يا سعد وإحنا بانتظار هذه الفعاليات اللي واضح إنها كثير مميزة واللي حتبدأ يوم الخميس زي ما أذكر ضيفك خالد لما قال لأنه البريد حيبدأ هناك يوم الخميس فهذه دعوة للجميع أنه يكونوا موجودين إن شاء الله